طيب فايلر انا قلتلك الحلقة اللي فاتت انه جدد خلاص النادي الاهلي بشكل الانهائي الاهلي النهاردة بيعلن رسمي عبر امير توفيق اللي هو مسؤول التعاقدات في النادي الاهلي بيعلن رسميا التجديد مع ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي لمدة عام قادم وانه الفايلر يعني عقده بيقول لاخر مباراة في موسم الفين وعشرين الفين وعدي وعدي وعشرين مش حاجة اسمها شهر كزا يعني موسم النادي كان عادي وانتهى تلاتين يونيو لا ده هو مكمل لده اخر مباراة في العادي كده الله اعلم بقى ما تطلع لنا كورونا جديدة يطلع لنا موغة تانية الدنيا تتقلب تاني عشان حاجات القدرية اللي بتطلع فجأة دي فاتعلمه الاهلي خلاص بالعقد بتاعه قالك في العقد الجديد محطوط لاخر مباراة في موسم الفين وعدي وعدي وعشرين الفين وعشرين يعني حسام الزناتي ازا قرر او حط الجدول متأخر لشهر سبتمبر السنة الجاية ففايلر قاعد ازا خلصوا بادري ففايلر هيبشي بادري المهم ان هو خلاص جدد لبدة سنة واللي كنت بقوله باستمرار انه اهم صفقتين للاهلي والزمالك فعلا التجديد مع فايلر وكارتيرون لان هما الاثنين عندهم استقرار فني واضح للجميع في الفترة الاخيرة سواء للاهلي مع فايلر ولزمالك بعد ميتشو هذا الميتشو لما ميشي وجي كارتيرون الحقيقة صنع الاستقرار الفني مع الفرقة وقدر انه يكسب بطولات سواء السوبر الافريخي او المحلي وقدر انه يعني يعيد الشكل الجمالي ويعيد البطولات مرة اخرى ونزعت البطولة داخل لعيبة نادي الزمالك بقى ده واضح حتى في ميتشاتهم في الدوري او في البطولتين اللي كسبوها فبالتالي كان ده خبر مهم جدا ان فايلر رسميا بيجدد التعاقد مع النادي الاهلي كان المشكلة الوحيدة بتاعت فايلر اللي هو كان يعني مصر عليها وهي سبب الخلاف انه هو في حالة حدوث اي ازمة بقى قدرية يسمح لي بفصخ التعاقد دون اي شروط جزائي يعني حصل حاجة بقى الدنيا اتخارت الدنيا عملت في اي مشكلة فوالراجل بقى لك بقى يعني انه بقى في فصخ التعاقد بيننا بدون اي اا شروط جزائية حال الغاء الدوري افترض الدوري الجاية تلغى لاي سبب حال الغاء معرفش ايه فالحفزايد انه هو كمان لما عارف القرار بتاع استكمال الدور المصري هو راجل سويسري يعني السويسريين دول اصلهم ايه بقى عندهم نوع من يعني ايه فافي شوية هارفون السويسريين اكل شوكولاتة لطيفة وبيلبسوا ساعات حلوة الحاجات السويسري دي حاجات يعني مشهورة جدا اغنى بلد في العالم يعني فالناس هناك فافي شوية فهو لما سمع وعرف انه فعلا عندنا استكمال الدوري وان النشاط بيرجع تاني فالرجل على طول يعني قرر الاستمرار مع النادي الاهلي وجدد رده بالزبط تحولوك هو مية تمانية وتمانين الف دولار وبياخد اتنين اتنين وتلاتين الف دولار هو الجهاز بتاعه يعني كان هو الواحد مية وتمانية وتمانين الف دولار وانه الشرط الجزائي هو قيمة راتب ست شهور في حالة فسخ عقده وانتقاله لاي نادي خارج اوروبا حيرتفع الى اتناشر شهر يعني في حالة انه قرر يفسخ التعاقد بدون سبب يعني هو قالك دلوقتي انا عايز اعط شرط ان انا افسخ التعاقد في حالة انه حصل اي مصيبة او او الدورة تلغى او الكلام ده مش هفضل قاعد كده يعني فالاهلي وافق على ده ده الفسخ الطبيعي لشروط هتدفع ست شهور ازا كنت هاتمشي تروح للنادي في اوروبا او اتناشر شهر من ردك ازا حيروح لاي دولة عربية في المنطقة يعني بتاعتنا فكده خلاص البند بتاع فايلر وقصة فايلر ده تقفلت وكانت الازمة كولة في الكورونا ومشاكله الكورونا كان دي كولة اللي عامل ازمة وعمل له هسهس وعمل له قلق كمان وعمل لأسرته قلق هل الامور في مصر ماشي باستقرة حتى من ناحية انه الفيروس نفسه فهم حتى كانوا متابعين طول ما موجود في شهر يونيو الاخبار اللي بتعملها منظمة الصحة العالمية عن مصر هو اصره طبعا وزوجته يبقى القانين من حقهم اي حد يفيد لو مسافر دلوقتي راح اوروبا حتى راح المانيا او راح فرنسا او راح لندن يعني عاصمة الضباب هتوقت برضو تقرأ وتشوف اخبارهم هناك ايه هل فيه سيطرة على الفيروس مش هحدش هيغامر بعمر يعني فلما لقوا الدينة مستقرة وفق التقارير اللي بتطلع فعلى طول الراجل قام بتوقيع العقد فكده اتقفلت خلاص صفحة فايلر واصبح مدرب مع النادي الاهلي وكارتيرون مستمر للمدة موسم مع